اشتركوا في القناة يكشف القدرات الدفاعية للطرفين بعد عقد من القطيع مصر وتركيا تقريران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية هل هي خطوة أولى نحو مصالحة كاملة؟ صحيح في هدنة نحن الهدنة قاصدين منها أن الخدمات تمشي إلى أهلنا وبين طرفها الصراع السوداني خمسة أيام من الهدنة هل ستنجح مساعد وصول إلى وقف دائم لإطلاق النار رغم الانتهاكات المتواصلة؟ ونحييكم مشاهدين إلى نقاش الملف الأول ضمن استراتيجية تتماشى مع جغرافيا المواقع تستمر الحرب في أوكرانيا الدبابات والمنظومات الدفاعية على الأرض وطائرات بدون طيار في كل من المجال الجوي الروسي والأوكراني حيث أصبحت هذه المسيارات المتفجرة سلاحا أساسيا في النزاع الدائر فكل من الجانب الروسي والأوكراني كذلك يحاول في الفترة الأخيرة تكثيف الهجمات المضادة بالطائرات المسيارة حتى وصلت إلى عواصم البلدين أي موسكو وكياف خطوة يمكن أن تؤثر على مسار المواجهات العسكرية وعلى تغير في أمد الحرب واستنزاف الضرفين ماديا ومعنويا وفق مراقبين هذا التطور الاستراتيجي تزايد خلال مايو بعدما أسقطت روسيا طائرتين مسيارتين كانت تستهدفان الكريملين وتهمت موسكو وقتها كياف بالوقوف وراء هذا الهجوم بينما نفت أوكرانيا أن تكون لها علاقة به في بداية الحرب استطاعت روسيا استخدام المسيارات بشكل جيد في قصف البنى التحتية الأوكرانية وكذلك محطات توليد الكهرباء ولكن الدعم الغربي جعل كياف تتغلب على ذلك حيث تمكنت أوكرانيا من استخدام المسيارات بشكل عمليتي أفضل من خلال قصف مواقع تؤثر على لوجستيات الجيش الروسي وخلال هذا الصراع تمتلك روسيا وأوكرانيا أنواع مختلفة من المسيارات ولذلك سيكون الرهان كما يقول مراقبون على من له قدرات دفاعية أكبر وأنظمة رادار أحدث لوقف مواجهة الدرون حرب المسيارات تشتعل بين روسيا وأوكرانيا أبرز المسيارات المستخدمة من كلا الطرفين طائرات برقدار تركية الصنع أوكرانيا تعتمد أساساً على طائرات أوكرانية الصنع طول جناحها يبلغ 32 قدماً تطير لسبع ساعات بسرعة 100 ميل بالساعة طائرات أميركية الصنع تطير لست ساعات بسرعة 100 ميل بالساعة روسيا هي الأخرى تملك مسيارات متطورة أهمها أوريان ثابتة الجناح بطول 14 متراً تطير لـ 24 ساعة متواصلة بسرعة 120 ميلاً بالساعة مسيارات شاهد الإيرانية سرعتها تبلغ 185 كم بالساعة تبلغ هدفها عبر نظام جي بي اس نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من موسكو سيرجي شاشكوف المحلل العسكري أهلا بك ومنك يا فسفير فلودمير شومكوف الدبلوماسي السابق أهلا بكم ضيوفي الكرام واسمحوا لي أن أبدأ من موسكو معك سيد شاشكوف سيد شاشكوف في لغة ميزان القوى العسكرية من حيث امتلاك المسيارات وخاصة القدرة على استغلالها والانتفاع فيها من المتفوق موسكو أو كيف مساء الخير جميعاً أهلا بك يجب الاعتراف بأن هناك نوع من التوازن أو التصاوي من حيث عادة المسيارات وكيفياتها وفعلياتها أنتم ذكرتم في البداية عن المسيارات التركية نوع بيراكتار وبعد ما دخلت هي الخدمة في صفوف سلاح الجو الأقراني كان هناك نوع من الدرجيج وتصريحات رائعة وفرح وسرور بينما الآن أصبح من الواضح أن خسرت أوكرادية 90% من تلك المسيارات التركية ولم تبقى لديها إلا عشرة تقريباً تائرات بيراكتار وهي لا تقترب خط التماث يعني خط الجبهة ويتم استعمالها بغية الاستطلاع من العمق هذا فيما يخوز بوزن المسيارات التركية المجهولة هذه نعم من جانب آخر المسيارات التي تستخدمها أوكرانيا في الغرات الجوية وخصوصاً على العسمة موسكو اليوم فجر اليوم كان هناك هجوم ثاني خلال الشهر هذا من الناحية العسكرية ليس هناك جدوى ولا معنى لا استراتيجياً ولا تكتكياً ولكن إعلامياً نعم هناك هذا الحادث لاقي صادة واسعة جداً في مختلف الحالة العالم فقال الرئيس بوتين تعليقاً على هذه الهجمة أن هذا كان رد الفعل الأوكراني على الدربات الأخيرة التي وجهتها القوات الصنوخية الروسية على الأراضي الأوكراني ولا سيما في بعض منشآت اقتصادية وعسكرية نعم في أوكرانيا وتم تدمير مقار سينا عين عين يعني الاستغبارات العسكرية العامة وتم التدمير بعد الكواعد الجوية المهابط فيها ومستوداعة الزخيرة يعني هناك تبادل من الضرابات هذه أي خطوة من طرف آخر يليها خطوة في المقابل كذلك من طرف روسيا سنعود إلى هذا الاستهداف ولكن حضرتك اعتبارت وهنا السؤال حضرتك سيد شماكوف ضيف يقول بأن القدرات العسكرية الروسية أقوى بكثير مما تمتلكه أوكرانيا وضرب مثال في ذلك قال بأن برقدار مثلا هذه المسائرات التركية المشهورة استنزفت هذه الحرب تقريبا 90% من عددها الإجمالي هل يمكن أن يكون هذا المعطى دقيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة من أوكرانيا مصراحة من بداية حرب نحن نسمع من المحللين الروس وكمان من السياسيين الروس بأن روسيا دمرت أخلبية صاحقة من الترسانة أوكرانية ولكن في نهاية المطاف أوكرانيا حرر تقريبا 60% من أراضي أوكرانية والآن نحن نشاهد أن أوكرانيا كمان تحقق بصفة عمى هجومات بنجاح وتستهدف في العمق مناطق المحتلة المراكس قيادية روسيا وأيضا مستوضوعات مع الضخير حول المصيرات خاصة بايراكتار بصراحة عندنا معلومات الشحيحة هل روسيا دمرت 90% أو 5% من ترسانة البايراكتار ولكن مهم جدا هذا هجوم على المصيرات لموسكو أو لأن هذا غير معروف من حقق هذا أو قوات مصالحة أوكرانية أو فائلة كمتطوعين روس وأثانيا كمان غير معروف من أين تم الإطلاق على فكرة حتى هذا الموضوع سيد شماكوف تلام عليه أوكرانيا يقول الروس بأن أوكرانيا لا تتحمل مسؤولياتها الكاملة بخصوص هذه الاستهدافات لا تتبنى ولا تتحمل مسؤولياتها ولكن فيما بعد هناك تعليقات من مسؤولين أوكرانيين تعليقات غامضة أو ساخرة نفهم منها بأن من يقف وراء هذا الاستهداف هي أوكرانيا هل تتخفى أوكرانيا خوفا من مواجهة روسيا فيما يخص موضوع المسيارات نفهم من المسيارات نفهم من المسيارات لتحديدات روسيا بالمناسبة من بداية تحارب روسيا أطلقت على أكثر من ألف وخمسون مسير وامس بالمناسبة للاسي فشدد في ظهر روسيا أطلقت على مدينة كيف حدا شرص روحا من تراز إسكندر يعني على سكان مدينة كيف روسيا تستخدم إسكندر أكيد هذا إبادة الجماعية ضد الشعب الأوكراني نحن لا نخاف الآن أي شيء بصراحة ولكن حضرتك تعلم سيد شماكوف حضرتك تعلم بأن كل هذه الاستهدافات لا توازي استهداف الكريملين بمعنى إذا تبنت أوكرانيا عملية استهداف الكريملين قد يكون رد روسي أقوى من المنتظر بصراحة كل يوم نحن هنا نشاهد رد روسي بمصائرات وكامين بصوري بلما نفس اليوم باعدل سياسيين كبار روسي لهاددو بيستخدام أسلاحانووية على أكرانيا على أكرانيا التي نازعت أسلاحانووية من أجل السلام وروسيا دامانات حمائت حدود أكرانيا حمائت استهداف أكرانيا ويف كان للمزاكرا Будапشت روسيا بالت إرهابية وإخوالها إرهابية حول هذا الهجومات المصائرات هنا نقطة جوهارية بيانا بيصفت عما أكيد هذا الهدف استنزاف معنو روسيا وكل هذا الهجومات هذا الدارر على سمات Путين بلما ناسي باليوم سايد Пригожين رئيس مجموات واغنر هو استخدام هذا الفرس قائل وحت هو ايطاهم جيش روسيا وصولت روسيا بيانا بيانا عجزة لحماية الجو فوق الموسكو وحماية سكان موسكو حضرتك تعتبر بأن هذه الاستهدافات تمس من سمعة بوتين هكذا تقول ما رأيك في هذا الكلام سيد شاشكوف حضرتك منذ قليل وكأنك بسط قليلا في استهداف لكريملين مثلا اعتبرت بأن هذا استهداف يمكن أن تكون لا تبعات إعلامية ليس أكثر ولكن البعض يرى بأن أوكرانيا لما تستهدف لكريملين فهي استهدفت السيادة الروسية ولكن الروسيا لما استهدفت استهدفت البناء التحصية استهدفت مناطق تحوي على موارد كهربائية ليس أكثر الصورة على العكس تماما لو نظرنا إلى فيديوهات والتقارير المصورة من العسم موسكو فهناك إصابات لثلاث همارات متعددة التوابك يعني مجمعات سكينية وتوجيه دربة على كريملين يعني هذا رمز السلطة الروسية يعني كريملين ما هي ليس هي قاعدة عسكرية أو هدف عسكري هذا مقر القيادة السياسية صحيح ولكن سبق لأوكرانيا أن استهدفت مثلا مصفات نفط لمرتين لمناسبتين مصفات نفط أليكسي استهدفت كذلك تحدثت عن قاعدة عسكرية استهدفت قاعدة عسكرية جوية في جزيرة القرم هذه استهدفات مهمة ما حدف مصال يوم قبل ساعتين تقريبا القصف الشديد من قبل الجيش الأوكراني لمجمع ساكني في محافظة بلغر هناك قتلى وجرح بين المدنيين الأطفال والصغار والكبار بينما عندما تضرب القوات المسلحة الروسية الأراضي الأوكرانية بما فيها العسل مكيف فكانت بين الأهداف مستولى الزخيرة في مدينة خبليسكي ومنصات إطلاق الطائرات الصواريخ المدادة للطائرات باتريوت في كيف وتم تدمير إحدى المنصات وتم إصابة بعض المهابط والكواعد العسكرية للسلاح الجوي في ستارك السنتينف وغيرها يعني فرق كبير بين خيار الأهداف بين روسيا وكاليا ترى بأن روسيا متفاوقة طيب لنختم بسؤال يقال بأن استخدام هذه المسيارات هو تكتيك لإطالة أمد الحرب من المستفيد من إطالة أمد الحرب لاستنزاف القوى النفسية والمادية لخصمة سأبدأ معك سيد شومكوف نعم بصراحة نحن نشاهد بأن أوكرانيا دخلت في حرب المسائرات روسيا من أكتوبر هي تستخدم المسائرات المختلفة لتدمير بني تحتية سكنية وكمان بني تحتية للطاقة الآن أوكرانيا ممكن أوكرانيا مازال غير معروفة تستخدم بنجاح المسائرات وخاصة على هجومات في عمك مناطق المحتلة وأين أوكرانيا تستخدم بنية تحتية العسكرية وأنه هنا نكتة جوهرية أوكرانيا بصفة عم تستخدم بنية تحتية العسكرية بالمناسبة روسيا كل يوم تقصف المحافظة خيرسون والدواحل هذه المدينة كل يوم عندنا هناك حصيلة ضحايا من ثلاثة إلى خمسة أشخاص وروسيا وضحت هذه النقطة ولكن باختصار شديد من المستفيد من إطالة أمد الحرب روسيا أو أوكرانيا في كلمة بصراحة أي إدرار لروسيا على أزم على المصالح أوكرانية من المعروف أن أوكرانيا تستخدم بالمصائرات المطارات العسكرية روسية وكمان الخزنات المعلقود وألخ وألخ يعني الآن أوكرانيا دخلت في فترة جديدة باستخدام المصائرات بنجاح في عمق روسيا لا روسيا ولا أوكرانيا تستفيد من هذه الحرب والمستفيد الوحيد هو الغرب وكانت هناك تصريحات رسمية ولا مستوى رفيع جدا أن الغرب سيزاود أوكرانيا بكل ما تحتاج من الأسلحة والزخيرة والمعدات العسكرية والأموال والآخر في سبيل استنزاف روسيا وتدمير روسيا عسكريا في مدان الماركة كان هناك قرار قائلا أنه لا حل لنزاع هذا إلا عسكريا ولا نسمح بهزيم أوكرانيا بحل من الأحوال ولكن في كل حالات طويلة المفاوضات ستأتي في مرحلة من المراحل يتمنى هل بعض قريبة سأكتفي معكم بهذا القدر أود شكركم جزيلا شكرا على ما تفضلتم به من موسكو سيرجي شاشكوف المحلل العسكري شكرا لك ومن كيافا سفير بولوديمير شماكوف أدي بنوماسيه السابق شكرا لكم ونتوقف مع فاصل من بعد سنناقش في الملف الثاني بعد عقد من القطيع مصر وتركيا تقريران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية هل هي خطوة أولى نحو مصطلحة كاملة بعد قليل نناقش هذا الموضوع لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر